أخوانكم في مجلس الوزراء تكريماً لهذا الفوز المستحق قرروا منح اللاعبين وأعضاء المكتب التنفيذي والكادر الإداري قطعة أرض سكنية في بغداد بعد الإنجاز الرياضي الكبير الذي حققه المنتخب الوطني بكرة القدم بإحراز رابع كؤوس العراق في بطولة كأس الخليج العربي بعد انتظار طويل في بطولة نظمتها البصرة بنجاح منقطع نظير ووسط إشادات شعبية ورسمية محلية وخليجية وعربية بالآداء على أرض الملعب وحسن الضياف خارجه حصل أعضاء المنتخب على تكريم استحقوه بقطعة أرض سكنية بناء على وعد سابق من رئيس الوزراء وهذه اليوم هي تكرمة دولة رئيس الوزراء لجميع الوفد أكيد مبادرة طيبة مبادرة تحس بالاهتمام الكبير للكرة العراقية خاصة بفترة الأخيرة كل الشكر والتقدير لدولة رئيس الوزراء على هذه المكرمة التي شملت جميع أعضاء الوفد إن شاء الله هذه مبادرة خير للكرة العراقية والاهتمام الكبير خاصة بالفترة الأخيرة لكل شاهد الجمهور والشعب العراقي كيف كان مهتم بهذه البطولة وكان حضور كبير لجمهور العراقي في بطولة كيس الخليج وتوج العراق في هذه البطولة فهي أكيد يستاهل الشعب العراقي هذه الفرحة وهذه اللقب تكريم استحقه لاعبون منتخبنا حيث باشرت أمانة بغداد بتسليمهم هذه القطع السكنية التي قال عنها أمين العاصمة إنها في جانب الكرخ بمساحة 200 متر مربعا للأرض الواحدة هذه القطع وزعت ضمن إفراز منطقة السلام في جانب الكرخ بمساحة 200 متر مربع بموجب القانون تم توزيع الأراضي استنادا إلى قرار مجلس الوزراء وتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء بتكريم لاعبية المنتخب الوطني كلفت أمانة بغداد بتوفير هذه القطع وتوزيع على مستحقيها اليوم وجرية القرعة بحضور اللاعبين وبحضور الاتحاد العراقي لكرة القدم تم إجراها بكل شفافية وأمام وسائل الإعلام المنتخب العراقي استحق التكريم لرفعه اسم العراق عاليا وإحراز بطولة خليجي 25 هذا ينعكس من اهتمامات الحكومة الحالية بكافة القطاعات ومن ضمنها قطاع الشباب والرياضة والسيد رئيس مجلس الوزراء يولي هذا القطاع أهمية كبرى من خلال دعمهم وتوفير فرص نجاحهم إن شاء الله السرعة في تنفيذ الوعد الحكومي بتوزيع قطع أراضي لأسود الرافدين والكادر التدريبي والإداري يؤكد عزم الحكومة تنفيذ كامل التزاماتها على جميع الأصعدة بشكل لا يقبل التسويف أو التشكيك اشتركوا في القناة